اللي كان قابلي أعتقد كان الكابتن ميمي عبد الرازق لا كان كابتن ربيع عسين كان قابل ربيع عسين الكابتن ميمي عبد الرازق طيب إحنا بقى جهنا تليفون دلوقتي من لندن أيو المهان سفرج عامر عاوز إحنا جيبناه ألو كابتن مصطفى إزايك منوط إزايك مش مهان سنعارف أنت في لندن هناخدك كده سريع كده الضاي خليج تحت أمرك وتحت أمر كابتن مشير رب ده لك خليك أفر وإنت موجود معنا في حلقة من الحلقات على فكرة إحنا بنحاول نجيبك مش لقيينك تحت أمرك تحت أمرك تحت أمرك في أي وقت قل لي التليفون اللي إنت عملته وكلمت فيه معك كابتن مشير عثمان عشان ييجي يدرب سموحه هو كان في نادي الخليج مظهوط حصل إيه أولا أنا كان لديها الشرف طبعا إنه هو اللي صعدنا هو اللي صعد نادي سموحه للدوري الممتاز هو يعني كانت العملية عملية صعبة جدا هو تولى المهمة من الكابتن مي عبدالرافق أيها وتولى الموسم كله وعمل فترة أعداد جامدة جدا وراجل كان موعيده جميلة وكان بيجي النادي يمكن من ثمانية الصبح ويمشي كل يوم عشرة بالليل يا شاء الله كان منظم جدا وهو اللي اكتشف حمودي واكتشف لعبين آخرين أعتقد إبراهيم عبدالرخالي برضو هو اللي قدمه أول واحد قدم إبراهيم عبدالرخالي وقدم الناس تانية كمان وعمل فرقة جميلة متوازنة وكسب بيها وكنا ماشي متصدرين من الأول يعني وبشكله بقى بالنظام وبالأمانة وبالنزاهة وبالدقة وبكل شيء جميل يعني كابت مشير راجل جميل 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 طيب أنا عشان أنا عارف بسرعة وأنت بتتكلم بره مصر تحت عمر في أي وقت تحت عمر ربنا يا خليك طيب هل معقول عندنا مدرب لف الخليج وإفريقيا وكلام نوسك منتخبات ويبقى موجود هنا في مصر مفيش حد من المسؤولين على الكرة في مصر يكلم الكابت مشير حتى يتولى مسئولية من المنتخبات الصغرية هل دا يرضيك يا بشمهنس؟ لا 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 أنا عايز أقولك على حاجة تفضل نائب رئيس الاتحاد الليبي وقال لي ترشح لنا مين يمسك اعتقد المنتخب الأولمبي قلت له والله مفيش أحسن من الكابت المشير عثمان يا سلام وهو ناجحات كبيرة قوي طبعا في ليبيا وهو طبعا بعد ما انا اتكلمت هذا الكلام طبعا هم تأكدوا من عمله يعني طبعا هو مجرد ترشيح لكن هم تأكدوا من عمله هو عمل ناجحات كبيرة كده في ليبيا وهو راجل ناجح في كل حاجة لأنه هو أهم حاجة عنده بياخد بالأسباب هو منظم جدا نعم أمين جدا ودقيق جدا ومعندهش مجاملة واضح كمان واضح وعنده نفس كده مطمئنة وهادي وشخصية جميلة تتعامل معاه بمنتهى الوضوح وبعدين واضح ما عندهش أي أساليب غير واضحة هو راجل مدرب مصري أوروبي الصباح يا سلام يا سلام على التعبير واللهي واللهي أنا باشي هتشادت حسن سادي 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 طب هو معك عاوزة حيستلم عليك بقى هو حبيبي الكابتن مشير طبعا سلام عليك يا بشمهند ازاي حضرتك الكابتن مشير وحشني جدا وربنا يديك الصحة وأنا بكلمك كأني لسه مقبلك من ذلك ربنا خليك وترجع بألف سلامة يا بشمهند طولاتك مجولاتك ربنا خليك انقصت سموحة وحطيته على خريطة الكورة ربنا خليك حليك انت اللي طلعت ندي سموحة وتعرفت بالمليون مؤمرة ومليون حاجة انت كنت قدها وعدود يعني ربنا خليك يا بشمهندس بمعونتك وبمسندتك لينا يا بشمهندس طي قوة وصبر وعزيمة وإرادة انت راجل شريف ومحترم يا كابتن ربنا خليك ربنا خليك بقول الحقيقة وقلم الحقيقة مستعت بالعمل معاك حضرتك كنت سند لينا كبير جدا يا بشمهندس والله بص اي واحد بيحب نديه وبيخاف عليه لازم يكون سند لك لان انت عملت كل اللي مطلوب منك وأفضل ربنا خليك يا بشمهندس وقليل الكلام يعني دي شهادة يعني نعتز بيها جدا والله هو كابتن مشير قاعد دلوقتي حتى تحس ان هو محرج من الكلام الجميل اللي بتال عليه لان دا حقه والله الحقيقة وأقل من الحقيقة ربنا يكريمك يا بشمهندس يا كابتن والله ترجع كده ترجع علينا بالسلامة ان شاء الرحمن تحت امرك وما نرجع يبقى فيه تليفون كده بيني وبينك عشان نعمل حلقة كده ربنا نخليك يا بشمهندس فضل 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 حبيب ترجمة نانسي قنقر